اهلا بكم الى هذا الموجز ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ثلاثة مجازر جديدة بحق العائلات في القطاع اصفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا واصابة 41 اخرين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى اربعة وثلاثين الفا وستمائة واربعة وخمسين شهيدا اغلبيتهم من الاطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من اكتوبر الماضي واضف المصدر ان حصيلة الاصابات ارتفعت الى 77 الفا وتسعمائة وثمانية جرح منذ بدء العدوان واوضحت ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون فجر اليوم السبت في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني استهدف منازل وتجمعات للنازحين في مناطق عدة بقطاع غزة وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلين على الاقل جنوب غرب مدينة غزة كما استهدف منزلا اخر شمال المدينة ما ادى الى استشهاد ويصابة عدد من الفلسطينيين هذا وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني جثمين ثلاثة شهداء اضافة الى عدد من الجرحة من تحت انقاض منزل استهدفه الاحتلال بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة وفي مدينة دير البلح وسط القطاع وصل شهدان وخمسة مصابين جراء قصف منزل على طريق صلاح الدين وفي رفح استشهد فلسطينيان على الاقل احدهما طفل واصيب اخرون اثر غارة على منزل في حي الجنينة كما استشهد اثنان اخران جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا شرق مخيم النصيرات وسط القطاع انتشلت طواقم والانقاض والدفاع المدني الفلسطيني سبعة جثمين متحلل لشهداء من مناطق متفرقة في خنيونس جنوبي قطاع غزة واعلن الدفاع المدني السبت ان الجثمين المنتشلة تعود لشهداء من مختلف الفئات والاعمار موضحا ان عمليات البحث لا تزال متواصلة لانتشال الجثمين العالقة تحت الركام والانقاض وتم لغاية الان اكتشاف مقبرتين جماعيتين في مجمع الشفاء انتشل منهما نحو خمسمائة جثمان فيما اكتشفت ثلاث مقابر اخرى في مجمع ناصر الطبي وعثر فيها على جثمين نحو ثلاثمائة وخمسة وتسعين شهيدا اعدمهما لاحتلال وصل وفد عن حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين حماس اليوم السبت الى القاهرة المصرية لاستكمال المباحثات في سبيل التوصل الى اتفاق يفضي الى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بشكل كامل واوردت وسائل اعلام مصرية ان المقاومة وافقت على المرحلة الاولى من صفقة الهدنة وتبادل الاسرى مع الكيان الصهيوني مقابل شرط الحصول على ضمانة امريكية بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع على مرحل وبحسب تقارير اعلامية يأتي الاتفاق مع وعد تدعمه واشنطن بعدم شن عملية عسكرية في رفح قصفت المقاومة الفلسطينية تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني على خط الامداد لمحور تاريم جنوب غرب مدينة غزة وسط القطاع ونشر الاعلام الحربي لسرية القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في حسابه عبر التليجرام مشاهد من عملية القصف الذي تم باستخدام رشقات وحمام الهون تتم الموجز شكرا لكم تبقى روابط القناة الاكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة